بمشاركة 13 طالباً قدموا من عدة رعاية في المملكة استكملت الدورة الثامنة لتعليم رسمي وكتابة الأيقونات المكثفة برنامجها الذي استمر لعدة أيام وعلى مدى أربع ساعات يومياً حيث أقيمت الدورة في قاعة شبيبة جمعية النهضة العربية الأثوذكسية الخيرية في جبل الأشرفية بإشراف مسؤول مدرسة الفنون البيزنطية قدس الأيكونومس أليكزاندروس مخامره ومتابعة الأستاذ اليوناني قسطنطين القادم من كلية اللاهود في جامعة أرسطو باليونان وقد تركزت الدورة حول أصول وقواعد فن كتابة الأيقونة لتمكين المشاركين من الاعتماد على أنفسهم بتصميم الأيقونات في كنائسهم